كثير ناس عم بسود الاعتقاد أنه أكيد في عالم آخر وفضاء وممكن يكون سبب وجودنا بسبب العالم المتطور أكتر من عالمنا وفصارت فكرة الـ UFOs وكل هاي الأشياء فبرضو التشكيك ما زال شغال لازم أحقا قال الله نفس الحكاية بتاخد صور مختلفة فلازم يلتجوا لحل اللي يثبت أكتر أو يقنع أكتر إجابة ببساطة نقول لهم إيه الدليل على وجود ده ما فيش ولا دليل ما فيش أي مكان في الكون مناسب للحياة زي الأرض اللي رب خلقها الله خلق الأرض للسكن بالزبط فما فيش أي مكان بيصرفوا ملايين وبلايين الدولارات عشان يكتشفوا لو في مية في مكان عشان المية أساسية للحياة طبعا لكنهم بيحاولوا أن يكتشفوا لو لقينا مية مش معناها أن الإنسان جاء من المريخ ده لسه عشان يجي من المريخ دي عايز قطوات مهولة فما فيش الإجابة على السؤال ده ببساطة يا أسيس نزار إيه الدليل العملي بتاعك أني بتقول أن الحياة جات من كائن آخر من كوكب آخر جيب لي الدليل ده ونتكلم فيه بالتفصيل بالعلم وبالرياضة وبالفلك وكل حاجة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر